بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والرسول الكريم متابعين العزاء زيكم عمليني رب دايما تكونوا بخير أحبا في الله النهاردة هنتكلم عن أهم الأحلام والرؤى اللي بمجرد ما بتشوف واحدة منهم أعرف أن حياتك تتغير في الحال أعرف أن فيه رزق جاي لك في الفترة المقبلة أعرف أن فيه حدوث فرج ليك بإذن الله وفيه تغييرات إيجابية وفيه تغير من حالك لحال أفضل بإذن الله قولها الأحلام اللي بتدل على تغيير حالك بتدل على زوال الهموم بتدل على فك الكرب بإذن الله وهي رؤية حرق السياب لو أي شخص شاف المنام إن هو بيحرق سيابه والسياب دي كانت قديمة أو متسخة اعرف أن إن شاء الله أن أنت هتتخلص من المشكلات اللي في حياتك أعرف أن إن شاء الله فيه قرب فرج ليك فيه تغيير في حياتك الأفضل بإذن الله لو شفت أيضا أن أنت بتخلع الملابس دي والملابس دي كانت متسخة أيضا تعرف أن إن شاء الله أن أنت تستطيع أن أنت تحقق اللي أنت بتتمنى وفيه تغيير في حياتك الأفضل بإذن الله اللي شف المنام أن في بقرة دخلت لبيته وهو جام ربطها يعرف أن إن شاء الله في رزق جايله في صاروة وفي خير جايله في الفترة المقبلة أيضا لو شفت أن أنت ركبت البقرة دي أيضا على ظهرها تعرف أن إن شاء الله في رزق أنت هتتمكن منه بإذن الله اللي شف نفسه في المنام أنه بيغتاسل أو بيتطهر معناه أنه هيزول عنه بلاءه وأن ربنا عز وجل يعني فيه طوبة ليه وفيه قرب فرج ليه وفيه تغيير في حياته للأفضل بإذن الله رؤية الختام في المنام من الأمور اللي بتدل على الخروج من الكرب وكشف البلاء وإذا كانت بنت عز وجل تعرف أن إن شاء الله في زواج لها رؤية يعني يوم عيد الأم أو اللي شوف نفسه أنه هو أطحية العيد أو يشوف أطحية العيد معناها إن شاء الله على وشك فرج قريب بإذن الله والتغييرات في حياتك الأفضل حباه في الله لو أي شخص منكم استفاد من الفيديو ولو بمعلومة ياريت ما بخلش أعلنك بلايك ضم تفرعة لو أمني وللقاء في فيديو أخرى والسلام عليكم ورحمة الله